أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة لرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة وخلال الاتصال أكد رئيس السيسي ما تليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعضة فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية من جانبه أكد الرئيس الفرنسي حرصه الشخصي على تعزيز التواصل البناء والإيجابي مع رئيس السيسي لاستمرار التشاور إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك فضلا عن التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة إلى جانب دعم الدور الذي تقوم به مصر لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي هذا وقد شهد الاتصال تباحث حول مجمل موضوعات تعاون التنائي بين البلدين الصديقين حيث تم توافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة كما تم تبادل الرؤى ووجهة النظر حيال الملفات الأقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر